النهاردة موجودين معينا الأستاذة مونة كنتيباي صح برنطق الكلام صح؟ يعني إحنا ساعدين باستضافة حضرتك لينا هنا في المطعم يعني عزين بقى نبدأ معيك على حضرك عرفيه نفسك؟ أنا مونة عمر محمد كنتيباي ومغيمة هنا تقريباً شايفة إقامة في مصر بمشي ومجيب وفتح المطعم اللي انت شايفة هذا برضو على حد معرفتي إريتريا وأسيوبيا يعني تقريباً قريبين قوي البعض في العدات والتقاليد حتى في الأكل أكيد يعني أنا حتى أولاً بدخلت على التربيزة قلت ده إنجارة صح؟ بالضبط بالضبط العدات والتقاليد للأسيوبيا وأريتريا كان يكونوا دولة واحدة يعني التقاليد اللي هو التقاليد بتاعتها الفراح بتاعت أي شي هما متشابين في كل حاجة الطغوس بتاعتها الجبنة الطغوس بتاعتها حتى الإنجارة الزيجني الحاجات دي نحن كلها في تفاصيل كتيرة جداً نحن مشتركين فيها نحن هو الأسيوبيا يعني حتى في الأشكال في الشبه في العدات في التقاليد او ده حقيقي relacion trap نفس الشبه حتى حضرتك حتى.. حتى في شبح كبير نفس اللون نفس الشبه اه حتى اللغة الأمحرينيات وتلاقيهم حتى تلك الرّنية قريبين من بعض يعني أي ولا إن التيجري والأمهرة مشتركين في أس relate With Like بالضبط في تيجري نحن عندانا تيجرى وتيجرينية وعندنا لغات ساهة وعندنا لغات كثيرة بس التيجرينية بتكون هي جريبة من اللكنة الأسيوبيةRY وما كانت جريبة في المفردات جريبة في اللكن يعني لما انت واحد يتكلم امحرة ويتكلم تجري تحسي انه بيتكلم لغة واحدة. ايوة. خاصة الانسان اللي يعني اللي بكون ما عارف. ايوة صحيح. طيب يعني ما شاء الله احنا دلوقتي يعني جوعتيني بقى عايزة نبتدي نتكلم على الاكل. امم. تمام ونعرف سادة مشاهدين. انا يمكن شوية لاني مشيت كتير اثيوبيا. امم. فالاكل يعني قدامي تقريبا شبه عارفة. طبعا دي الانجار. صح? في الظبط ايوة. اول هو يعني العيش. هو العيش البلدي اللي هو المتعرف عليه. اسمه انجير ايوة. انت طبعا عيشت في مصر وعارفة ان احنا عندنا انواع كتير من العيش. لكن ما عندناش العيش ده. لا مرتبط بتعملوه طبعا من. ده موجود في اريتريا وموجود في اسيوبية بس. وفي الدولتين دين. عادي هو جمح عادي. اوكي. بس هو ليه واخد اللون ده يعني. ما اخد اللون ده لانه تعمليه مزج ما بين الفين وما بين القمحة لقامك. امم. فبتعجنوا مع بعض. امم. والتاني يوم هم بتعاسف اللي هي اه يعني ايه حاجة هو اسمه بلعبة تقري اسمه اللي هو تحط فيه والانجيرا. امم. وبيطلع بالشكل ده اللي فيه عيون حاسة انه شايفة انه فيه عيون كده معناه دي يعني كويسة يعني حلوة. انا حتى صحابي بيقولولي ان ده ما بيتخنش. العيش ده. صح كلامك فيه نوع تاني اللي هو بيجي بالجمح اللي هو يعني بيجي اصمر خالص ده ممكن او. بس الابيض ده لا عادي زي وزي العيش ما يعني. طيب عايزين بقى نعمل زي طبق متكامل كده يعني الانجرة دي او بيتحط عليها حاجة كتير في المطعم. صح? طبع. يعني عايزين بقى نبتدي نشوف بيتحط عليها ايه? ده ايه? طيب. دي اول الحاجة اسمها اكلت. اللي هي باللغة العربية ممكن تقول عليها عصيدة او حاجة. اوكي. فهي بتاخد اللون ده اللي انه بتتحمس. ايه بس العصيدة اللي انا عرفها اللي هي السودانية بيضة. يعني مش اللون ده. السودانية تختلف. اه. دي انت تحمس الدقيق على 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 اي طاسة كده عشان اديك اللون ده عشان لما انت تعجنيها تطلع يعني معاك طرية وحلوة. اه بس بتاكل كده بالصابع وصح بتغمس بيها. هو علي كيفك يا تاخديها بمعلقة او بصابع. تحطي عليها الزبادي. بالتاكل بالايدين. ده اللي انا شوفتو. لا ما افت. كل الناس بيأكلوها. انا شخصيا ما بحبها اكلها بي. لان يعني صعبة شوية. اوكي. بس في كتير فعلا كلامك صح في كتير بيأكلوها بالايد. ايه صحيح. بس هي بتضيف عليها الزبادي. اه ده الزبادي. اه ده فيها السمنة. اه تمام. اه السمنة. وبعد كده تشيلي السمنة توزعيها في الزبادي. اوكي. فدي اكلة شعبية. يعني معظم الارترين بحبوها خالص يعني في الفطور حلوة جدا. ايه. وفي العاشة كمان حلوة. اه يعني مع الزبادي والشطة والسمنة. اه. اوكي. تمام. طيب اه ده ايه? ده اسمه غيجة فتفت. اه. اه. تقيل عليك. اه. عبارة عن. فتفت. عارفة معي فتفت? لا. ماشي. ده عبارة عن اه قراسة. عارفة القراسة? اه عارفها. قراسة دي يعني سودانية. هي لا. هي اسمها كده. بل يعني بيقول عليها قراسة. بس يعني حتى يعني في الريفريا دي الطبق مشهور جدا. اه. اللي هي القراسة دي بتتعمل. اه. بعد كده بتتقطع صغيرة كده. اوكي. وبتتحط في في الطاصة. وبتعمل فيها السمنة برضك. وتعمل فيها الشطة. وتحط فيها برضو زبادية لو حابة. اوكي. وممكن لو حابة عايزة تحليها مسلا في ناس بيعملوا فيها يعني سكر وعسل. اه. من غير الشطة. اه يعني ده زي العيش. بالزبط. هو زي العيش. اه اه. زي العيش. بل فينه. هو بس بيتعامل بل فينه بس. اه بيتعامل بل فينه. اه بس انا حسنا هو محمص. ولا ده عشان. ما بيتحمصيه بل بسمنا. اه. بسمنا البلدي بتحمصيه بسمنا البلدي. بعد كده تجي تحط فيه الشطة. اوكي. وبعد كده تحط الزبادي. لا انت مش حابة ممكن تعملي اه اللي هو اه عسل. مع سكر وكده يعني تحلي. ممكن تاخذ ده اول بعد انت تجي تحلي بالتاني. اوكي. اه ده انت بذكر اوي. انا هو في الموضوع بس انا بمشي مطعم كتير او انا مره مصر. اه. فدايما بيبقى البيض ده اللي انا بحبوش خالص مع اللحمة. دايما بتبقى تقدم كده. صح? اه. هو بتقدم كده. بعد كده انا ممكن ادي لك اكزامبول يعني ممكن هي لما نجيك حد كده. ده اسمه انجرة او لا ده اسمه اي. لا ده اسمه زجني. ده الانجرة. ده الانجرة. اللي هي اللي اللي بتكلمنا عنها ابل شغير. ده مش بس بيتاكل في ايراتريا واسيوبيا ده بيتاكل في السودان كمان. لا. وفي دول قريبة شوية. لا ممكن تكون ده عادات دخيلة دخلت عليهم وعرفوا طريقات عملوا وبيعملوا. بس هو اصلا. بس بيحبوها اوي. ما ما. يعني بقولك. لا هي لحمة مفرومة. هو بيجي بالفراخ وبيجي باللحمة العادية بس بتتقطع صغيرة كده. اه. اللي باللحمة ما فيهوش بيض. اوكي. اللي بالبيض هو الفراخ. بالفراخ. بس هو اصلا يعني ايراتري اسيوبيا. بعد كده طبعا عشان هو يعني سبايسي. ما شاء الله الاسيوبيين والارتريين بيموتوا في الشطة. يعني ده ده اللايف ستايل بتاعهم يعني. بالزبط. يعني بيحبوا حاجة اسمها شطة بصورة معادية. اكلهم كله فيهو شطة. سبايسي. ايو بصد. انا عن نفسي اكل ما فيهوش سبايس ما اقدر. ولا باقي جنبه على طول كده. فدي بالبيض بالفراخ بتحط على بيت. بتتعمل الزايبة يعني برضو عايزين نعرف سادة مش هدهين كده. هي وما هي عادية جدا. هي بصل على زيد. بصل على زيد كده. بعد كده تخلي شوي لون يكون شوي لون وزهبي كده. اوكي. تنزلي بالشطة. وبعد كده تديها فترة كمان. بعد كده تنزلي بالحاجة اللي انت عايزها منها. يا لحمة او فراخ اللي انت عايزها. بس الفيلم كله والموضوع كله في الشطة. في الشطة. الشطة دي بقى. هي دي بتدي اه بتدي طعم مختلف. لانها بتخضع لي طغوص عجيبة جدا. هي الشطة عبارة عن القرن اللي انت شايفها والقرن الشطة العادي. ايو. بيتنشف. بيتطحم. بيتحط عليه بيته بودرة توم. وبصل بودرة. اتحط عليه وزنجبيل. وفلفل اسود. عشان كده هو بكون اصلا مبخر وجاهز. اوكي. هو الموضوع كله هو الشطة. طيب احنا هنروح فاصل. ونرجع تاني نكمل بقى بقية الصفرة الرائعة دي مشاهدينا. فاصل رجع لكم تاني عشان نكمل بقية اكلتنا احنا في حلقة خاصة عن دولة اريتريا الشقيقة.